بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام جعلنا الله وإياكم من أنصاره ومن شيعته في الدنيا ومن الفائزين بشفاعته في الآخرة وصل الكلام بنا إلى قوله عليه السلام حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وبينا في الحلقة الماضية بأنه من موارد حكم الله سبحانه وتعالى هي في يوم الرجعة وفي عصر الرجعة حيث أن الله سبحانه وتعالى سيكون الحاكم في يوم الرجعة عن طريق الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف الذي سيملأ الأرض قصطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا هناك أيضا موارد أخرى للحكم الإلهي والتي أشار إليها الإمام الصادق عليه السلام بقوله حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وهو في عالم الآخرة في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيظهر حكمه وعدله في ذلك اليوم حيث أنه سينتقم من أعداء أهل البيت سلام الله عليهم وسينتقم من جميع ظالميهم ومن جميع من آذوهم ومن من غصبوا حقهم في هذه الدنيا هناك روايات عديدة أشارت إلى كيفية أن الله سبحانه وتعالى سيفوض الحكم إلى أهل البيت سلام الله عليهم في يوم القيامة وأن هناك موقف سيظهر لأمير المؤمنين عليه السلام وموقف سيظهر للزهراء سلام الله عليها وموقف يظهر لسيد الشهداء عليه السلام ومواقف أخرى لجميع أهل البيت سلام الله عليهم سيحاكمون بها أعداءهم وظالميهم في ذلك اليوم أنا أقتصر فقط على موقفين وردت عن لسان الزهراء سلام الله عليها وكيف أنها ستحاكم الخلق وتحاكم الظالمين الذين سلبوها حقها في يوم القيامة لاحظوا هذه الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث طويل نقتصر فقط على موضع الشاهد يقول بأن الزهراء عليه السلام تأتي في ساحة المحشر وتخاطب الله سبحانه وتعالى بهذا الكلام تقول له إلهي وسيدي أحكم بيني وبين من ظلمني واحكم بيني وبين من قتل ولدي دعوة عامة ظلامة عامة تفتحها الزهراء عليه السلام في يوم القيامة هذا السجل الذي اجتمل على ظلم أولادها سلام الله عليهم وعلى قتلهم وعلى تعذيبهم وعلى تشريدهم وعلى سلبهم حقوقهم تفتح الزهراء سلام الله عليها هذا السجل في يوم القيامة وتطلب من الله سبحانه وتعالى أولاً أن أحكم بيني وبين من ظلمني وثانياً أحكم بيني وبين من قتل ولدي فإذا النداء من قبل الله تعالى يا حبيبتي وبنت حبيبي سلي تعطي أو تعطي واشفعي تشفعي وعزتي وجلالي لا أجاوزن ظلم ظالم فتقول يا إلهي ذريتي وشيعة ذريتي ومحبي ذريتي فإذا النداء من قبل الله عز وجل أين ذرية فاطمة وشيعتها وشيعة ذريتها ومحب ذريتها فيقبلون وقد أحاطوا بهم ملائكة الرحمة فتقدمهم فاطمة عليها السلام حتى تدخلهم الجنة وصلى الله عليها وعلى أبيها لاحظوا الرسول صلى الله عليه وآله يبين بأنه هذا المورد الذي سيكون فيه حكم الله سبحانه وتعالى وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله ووردت الإشارة فيه في زيارة أبي الفضل العباس السلام الله عليه كذلك هناك موقف آخر للزهراء السلام الله عليها أنها تأتي يوم المحشر وتخرج أو تخرج من تحت عبائتها كفين مقطوعين وتقول يا عدل يا حكيم لاحظوا العبارة أحكم بيني وبين من قطع هذين الكفين إشارة إلى ما وردت في زيارة العباس عليه السلام أنه حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين هنا الزهراء عليه السلام أيضا أشارت إلى هذا الموقف فقالت يا عدل يا حكيم أحكم بيني وبين من قطع هذين الكفين فالله سبحانه وتعالى سيحكم للزهراء وسيحكم لأبي الفضل العباس سلام الله عليه في ذلك الموقف كذلك يأتي الإمام الصادق عليه السلام ويتم هذه الزيارة المباركة فيقول فمعكم معكم لا مع عدوكم لاحظوا التأكيد والتركيز الذي ورد على لسان الإمام الصادق عليه السلام قال فمعكم معكم هذه دلالة على الأهمية ودلالة على التأكيد على هذا المضمون أنني أنا الزائر لأبي الفضل العباس يجب علي أن أذعن وأن أعترف أنني مع أهل البيت سلام الله عليه فمعكم معكم لا مع عدوكم هذه يجب أن تكون شهادة ويجب أن يكون إقرار من قبل الزائر بأنني أكون مع أهل البيت سلام الله عليهم لا أكون مع سواهم لا أكون مع غيرهم يجب أن يكون موقفي ثابتا وواحدا تجاه أهل البيت سلام الله عليهم وأن أكون معهم قلبا وقالبا وفعلا معهم ولا أكون مع أعدائهم ثم يقول الإمام الصادق عليه السلام إني بكم وبإيابكم من المؤمنين لاحظوا هنا أيضا إشارة أخرى إلى عالم الرجعة وإلى عالم الظهور الذي سيظهر به الإمام المهدي عجل الله فرجو الشريف وهنا إقرار من قبل الزائر بأنني أعترف وأقر بأنني أكون معكم وأعترف بأن هذا الأمر يكون ثابتا لكم وثابتا لجميع المؤمنين الذين سيظهرون معكم هذه من إحدى الأشياء العقائدية من المسائل العقائدية التي ورد التأكيد والتركيز عليها كثيرا في زيارة أبي الفضل العباس السلام الله عليه الإشارة إلى الرجعة والإشارة إلى النصر الإلهية في عالم الرجعة لاحظوا هناك رواية وردت عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال قال الحسين بن علي عليه السلام لأصحابه قبل أن يقتل قد يكون الحديث في ليلة عاشوراء إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا بني إنك ستساق إلى العراق وهي أرض قد التقى بها النبيون وأوصياء النبيين وهي أرض تدعى عمورة وإنك تستشهد بها ويستشهد معك جماعة من أصحابك لا يجدون ألم مس الحديد وتلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم تكون الحرب عليك وعليهم بردا وسلاما فأبشروا والله لئن قتلنا فإنا نرد على نبينا لاحظوا هذه بشارة من الإمام الحسين عليه السلام لأصحابه قبل القتل قبل الشهادة ثم أمكث ما شاء الله فأكون أول من تنشق عنه الأرض هنا بدأ الإمام الحسين عليه السلام يخبر أصحابه عن الرجعة وكيف أن الله سينتصر لهم بعد هذه الفاجعة وبعد هذه المصيبة كيف أن الله سينصرهم في عالم الدنيا قبل عالم الآخر فأخرج خرجة يوافق ذلك خرجة أمير المؤمنين عليه السلام وقيام قائمنا عليه السلام وحياة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لينزلن علي وفد من السماء من عند الله لم ينزلوا إلى الأرض قط ولينزلن إلي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وجنود من الملائكة ولينزلن محمد صلى الله عليه وآله وعلي وأنا وأخي وجميع من من الله عليه في حمولات من حمولات الرب خيل بلق من نور لم يركبها مخلوق ثم ليهزن محمد صلى الله عليه وآله لواءه وليدفعنه إلى قائمنا مع سيفه ثم إنا نمكث بعد ذلك ما شاء الله ثم إن الله يخرج من مسجد الكوفة عينا من دهن وعينا من لبن وعينا من ماء ثم إن أمير المؤمنين عليه السلام يدفع إلي سيف رسول الله صلى الله عليه وآله فيبعثني إلى الشرق والغرب ولا آتي على عدو إلا أهرقت دمه هذه النصرة الإلهية التي وعد الله سبحانه وتعالى بها سيد الشهداء ولا أدع صنما إلا أحرقته حتى أقع إلى الهند فأفتحها إلى تتمة الرواية الشريفة التي وردت عن سيد الشهداء عليه السلام والتي تتكلم عن عالم الرجعة وعن يوم الظهور وكيف أن الله سبحانه وتعالى سينصر سيد الشهداء عليه السلام في الدنيا قبل الآخرة جعلنا الله وإياكم من أنصار الحسين عليه السلام في الدنيا ومن الذين يفوزون بشفاعته في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر